ربنا يزيني الناس بس ببص المستوى مثلا لعيبة والفلوس اللي هي وما بياخدوها وبص بقارن بين الفلوس دي وبين لعيبة بتلعب بره لعيبة جامدة جدا مش عارف مش يعني من تلات سنين لو تذكر مربع زهبي كان في أبطال أوروبا كان باريس وباير وكان موجود فريق إيطالي كان مين أطالنطا كان أعلى لعيف في أطالنطا بلعب في مربع زهبي في دور أبطال أوروبا وبيلعب باريس سان جرمان تقريبا مليون ومتين ألف دولار مليون ومتين ألف يورو تقريبا حاجة زي بيلعب في مربع زهبي في دور أبطال أوروبا لا الأرقام عن دور أبطال أبطال أوروبا طب انت شايف نعمل ايه يعني نطلع مقصة إزاي بص يا كابتن هي السياسة كلها خلينا مقتنعين السياسة كلها في دور مصري مش عالا من أول الأندية انت النهاردة الدور المصري لو بتتكلم في أندية جماهرية أنت النهاردة ست فرقة ديها جماهرية من 18 فريق عكس زمان كنت تلاقي مثلا 12-13 فرقة ومثلا 5-6 فرقة شركات فالموضوع ده هو اللي مقصر بالسلب ليه انت كان الأول بيقى في ضغط جمهور عليك ضغط جماهيري مطالب منك بنتايج ومطالب منك فانت كنت مقنن حتة المادة دي برضو في كده في كده فالموضوع دلوقتي الشركات بقيت تضخ انت الشركات مفيش حد بيحاسب حد انت أصدق أنه من نفس الأندية الخاصة خلت غاز من العمال أدية كبيرة طبعا أنت النهاردة لعيب يبص الميد اللعيب النهاردة مثلا له جايله مثلا فريق غاز المحلة مثلا جايله غاز المحلة وأنا جايله بنك الأهل طب ما هو يروح لبنك الأهلي بياخد له 10 مليون وغاز المحلة ياخد له 2-3 مليون طب إلا هيروح لبنك الأهلي طب إنت رايق نقنن الكلام ده إزاي يعني أنا كنت بأقول أنه لازم يطلع نظام مثلا أن كل فرقة يعني ما عرفش يعني مجموع عقود اللعيبة بتاعتها ما يتعداش رقم معين علشان تقدر أن أنت تسيطر على موضوع الأجور الخيالية اللي بقت موجودة اللي الحقيقة لا تنسب إمكانيات اللعيبة وفي نفس الوقت العواقد المادية اللي بيخدوها النوادها غافرة ما بتغطيش ما بتغطيش الكلام خسارة كبيرة جدا خسارة كبيرة كمالا أنديت الشركات مثلا النهاردة كابتل النهاردة زي ما أنا بقول لحضاك لو معظم الدورة أنديها جمهورية هتفرق قوي هتفرق أنت النهاردة لو حطيت ليمت مثلا عشرة مليون فعلى كل المستويات على كل المستويات اللي هتلاقي اللعيب الكويس هنا عايز يروح هنا عايز يروح هنا عايز يروح لأنديها جمهورية النهاردة أنديها جمهورية أنت عدمتها خالص بعيدة عن الأهل والزمالك والمصر حتى لإسماعيل يعني ربنا يكون فعوله من فترة أخيرة فالموضوع نفسه كل اللاعب يبقى تبص إيه؟ أنا عم أنا أروح ألعب مثلاً في نادي شركة معلش لا ضغط ولا وجعل ده بالحكس أنا أشوف أغافر أنت لعبت في الطبق؟ هو بيفكر كده الفترة دي أقول لي أنت لعبت في.. أنا لعبت في الاتنين في كده وكده أنا أشوف أن الأداء اللي فيها جمالية دي بتخليك بتديك دوافع وبتخليك على طول واقف على درجلك وعلى طول بتحط ضغوط عليك أن أنت تبقى كويس ما هو ده اللي فعلة كابتة زي ما قلتها زي ما قلتها حالك في الدور المصري برضو دلوقتي أنت النهار ده لما تروح تلعب لما تجيب لعب مثلاً من.. هنقول من سموحة مثلاً يروح يلعف وانتخب مصر يلاقي مئة ألف متفارج في الأستاذ وهيقدر يقف عارقه في الأستاذ؟ مش هيقدر يقف صباح من الضغط الجمهور نفس مش هيقدر يقف ما أنت النهار ده أنا أسف في الكلمة يعني الدوري بقى دوري شركات خلناهم اقتنعيني الدوري بقى دوري شركات لو جيت النهار ده كم واحد؟ هي الناس بس المشكلة كابتين ميدون الناس بتخاف تواجه هي بتخاف تواجه أنت لعبت في الدوري نجيزة على أعلى مستويات أنت عمرك لعبت وماتش ما فوش جمهور بتروح تلعب مثلاً توتنهام بيلاعب مثلاً ستوك سيتي أستون فيلا موضوع مقفول أنت النهار ده لو بتلعب أمبي بيلاعب سموحة ما لعب بفوش غير متواحد وما فيش مالك فرق أنت عرف أغافر وأنت ممكن تقول برضو لعبت في تجربة شبيهة لها أنا شايف أن لازم يحصل زي ما عاملوا في ألمانيا أن الأندية اللي هي الخاصة دي يبقى نادي بتاع محافظة على فكرة زي المقصة زي بتروجيت في السويس يعني بتروجيت طلع في السويس فبقى جمهور السويس أوتوماتيك كله بيروح شكراً في تروجيت صح أولاً لا لعبت هنا؟ المقصة لما راح اختار الفيوم على فكرة والله شفت مطشطة جعفر المقصة في الدرجة الثانية أنا شوف اللي استم تأفل يعني استم تأفل احنا بلعب الفيوم في كاس مصر الفيوم في كاس مصر أه اللي استاد مقفول زي مالك وفيوم أه والفيوم في درجة تانية والفيوم في درجة تانية وبلعبهم في كاس مصر أنا أتكلم بكابتن أن أنت أنت من 2004 النهاردة مفيش تقريباً كم فرقة موجودة مفيش غير الإسماعيلي ومصر وغزل محلة واتحاد من 2004 إلى 2005 منصورة بادية وولمبيو وطنطا والمينيا والعبد منهور وأسرق كل ده بادية عندها يا جماعة هاريك غير منتخب السويس هلأ هتعد هتعد كتير جداً إنت زي ما أنت قلت لو أنت قسمت البلد دي محافظات وخدت كل رجل مستثمر راح عند محافظة وخد النادي ده واعمل عقد معاهم عقد رعا معاهم ويلعب هناك طبعاً فيه أولاً جمهور لما يدخل لك كل مطش خمس سلاف واحد أنت كده كده ده عائد مدّي داخل لك والله يخش أكثر مفتر ده كابتن خمس سلاف واحد ده كده عائد مدّي داخل لك أما يبقى عندك إسطور في النادي بيبيعت الشرطات النادي هذه الشرطات النادي بتباع داخلها لك أنت النهاردة كنادي شركة لحدش بيشتريت الشرطات مفيش إسطور في النادي فيه حاجة كتير جدا مفيش جمهور شفت ده كله ده كله دخل للنادي فين الدخل ده ما هي دي الكورة حالته الكورة أن تلعب بوست جمهورة المحافظات أنا قررت بوست كده عن الدول المغربي فقلت أخش أرى فعجب نجدنا البوست مقسمين المغرب الـ 12 تقريب محافظة بردو كده كل مدينة على رأسها نادي بجمهوره المستثمر بيروح ياخد النادي ده بيكبره الدول المغرب كله فيه جمهور مفيش نادي مرهوش جمهور عشان كل نادي بيمثل محافظة وهو ده على فكرة اللي لازم نعمله لازم الفكرة يتغيح في القصة لازم الأندية مثلا سروميك كيلوباتر على فكرة موجود في السويس يروح رايح السويس يلعب في ملعب السويس وجمهور السويس هيشجعه هيشجعه طبعا أما يلاقي الأهل رايحله والزملك رايحله والأنديك كبير راحاله طبيعي جمهور السويس كله هيخش يتفرج على المطر فده عائد نفسه اللي سروميكا نفسه عائد لو عمل يعني تيكت رمز يا كابتن زي بيقول بعشرة جنيه وبخمشرة جنيه زي زمان هيخش له بتاع عشرين ألف لما يخش له بتاع عشرين ألف وتفرج انت عملت الرقم ترجمة نانسي قنقر